هونغ كونغ تفرد الحجر الصحي الشامل وتكثف اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد 19 في خطوة عاجلة للحد من تفشي إصابة الوباء. بمجب هذا الإجراء يمنع على أي مقيم في مباني تقع ضمن منطقة جغرافية محددة مغادرة منزله إذا لم يبرز نتيجة فحص سلبية للوباء. وقال مسؤولنا إنهم يعتزمون إخضاع كل شخص داخل المنطقة المحددة لاختبار صحي في غضون 48 ساعة. تقارير إعلامية أشارت إلى نشر عناصر الشرطة للسهر على امتثال السكن لهذه التدابير. وكانت هونغ كونغ من أوائل المناطق التي انتشر فيها فيروس كورونا المستجد بعد ظهوره في الصين. ونجحت المقاطعة في حسر عدد إصابة الوباء لمدون 10 ألاف وأقل من 170 وفات. وذلك عبر فرضها لتدابير تباعد فعالة العام الماضي. لكن النتائجها كانت قاسية من النحية الاقتصادية. وشهدت المقاطعة خلال الشهرين المنصرين موجة رابعة من الوباء. وقد بذلت السلطات قصار جهودها لخفض أعداد الإصابات اليومية.